بسم الله أبو ابن الروح القدس قال الله الواحد أمين النهاردة هو الأحد الثالث من الخمسين المقدسة وفي الخمسين المقدسة الكنيسة توجه أنظرنا لشخص المسيح له المجد المسيح القائم الذي الكنيسة فرحانة به بنعيد كل يوم لمدة خمسين يوم بالمسيح القائم في وسطنا وكأننا كل مرة نقرأ فيها الإنجيل نبص على شخص سيد المسيح له المجد الأسبوع الذي فات اللي مننا كان حاضر كنيسة شورت لنا على المسيح المشبع قال كده أنا هو خبز الحياة الذي نزل من السماء ليعطي الحياة للعالم والنهاردة تكلمنا الكنيسة من خلال قصة مقابلة السيد المسيح مع السامرية عن المسيح الذي يروي عطش النفس السامرية كانت إنسانة عطشانة لكن ما كانتش عطشانة بس جسديا رايحة رايحة تملى الجرة بتاعتها من البير لكن كان العطش الأصلي اللي عندها عطش نفسي عطش داخلي جوه رح من جوه والسيد المسيح بصلها وشاف العطش ده هو وقال لها أنا عايز أرويكي قال لها لو كنت تعلمين عطية الله لو تعرفي بس عطية الله ومن الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبتي أنت منه فأعطاكي ماء حيا وبعد شوية قال لها كده والتأدير وعطشان الحد يطبطب عليها وعطشان حد يحتضنها وحد يحترمها وكل ده كانت مفتقدة فأضطرت أنها تتعرف على ناس كتير زوج وراء الثاني وراء الثالث وراء الخامس وفي الآخر اضطرت أنها تعيش في الخطيئة مع الإنسان بحثا عن شبع نفسها للتأدير والحب والتحنن ولأن حد يكون حاسس بيها ولأن كان عطش عطش كبير اضطرت أنها تقع في خطايا عظيمة وللأسف يجوز كتير مننا بسبب العطش الدخيل ده هو نلجأ للخطيئة بدأ من نلجأ للمسيح وأرجوك النهاردة لو أنت عطشان بالشكل ده وفي البعض يكون عطشان لأن يكون ناجح وأن الناس يتقدروا وأن يكون له قيمة في عينين الآخرين وفي حد يكون عطشان أن الناس تعجب به وحد يكون عطشان أن يكون بيجمع فلوس كتيرة أو بيشتري حاجات كتيرة ويتباهى بيها عطشان للناس أنها تسقفلوا وتقدروا ولو حد مننا بالشكل ده هو يجوز يجوز يحتاج بالأقدر أنه يلجأ للمسيح له المجد عشان يروي عطش الداخلي كتير ما بيلجأوا الشهوات كتير ما بيلجأوا الخطايا بس عشان يسكتوا العطش الداخلي اللي عمال يزن عليهم حد يروح للسوشيال ميديا يقعد قدامها بالسعيات عشان خاطر بس عايز نفسه من داخله تسكت حاسس بالعطش ومش عارف يروي العطش بتاعه وهو مش فاهم زي ما السمارية ما كانتش فاهمة وقال لها كده لو كنت تعلمين لو أنت عارفة بس لو تجيلي بشكل حقيقي لو تقربي مني أنا أقدر أرويكي وأرويكي ارتواء مش هتحلمي بيه وليس تحتاجى مية تانية من المية الوحشة بتاع العالم اللي بيشربها يعطش منها كل مية الناس تدور عليها الناس اللي بتروح تدور على كيميكولز عشان يدمنوها أو اللي بيشرب ألكول أو اللي مسيطرة عليها عادة شريرة دي كلها مية بتعطش يشرب يعطش أكتر في حين اللي بيلجأ للمسيح له المجد بيطلب منه الماء الحي المروي السيد المسيح له المجد يروي عطش نفسنا بنجيل النهار ده واحد يقول لنا على إن لو عطشان أرجوك إلجأ للمسيح وما تلجأش للخطيئة ولا العادة شريرة ولا لشكل من الخارج عشان الناس بس تقدرك أو تعجب بيك أو الناس تقول عنك كلام كويس أو الناس تحبك بشكل مزيف ما تعملش كده إلجأ للمسيح له المجد وخليه يروي عطش نفسك والفكرة الثانية المهمة بشكل لنا عليها إنجيل النهاردة إن اللي بيرتوي بماء المسيح يستطيع أن يروي آخرين أو يوجه الناس لأنهم يرتوي بنفس الماء ده هو زي ما قال لنا كده السيد المسيح بيقول لها بيقول لها الذي يأخذ من هذا الماء يصير فيه هذا الماء ينبوح حياة ينبع إلى حياة أبدية يعني يعني مش بس يبقى هو ارتوى عطشه لكن يطلع ميا يروي الآخرين اللي حواليه والمية اللي طلعها ده هي هي مية المسيح نفسه له المجد مش المية بتاعته هو شخصيا قال لها لو أخذت من المية دي تقدري نكتروي الآخرين اللي حواليك عشان كده لو تلاحظوا أول حاجة عملتها السامرية راحت اتركت الجرة بتاعتها وراحت نادت للناس وقالت لهم الحقو ده في حد بيروي الحقو ده في حد قال لي كل ما فعل تعالوا عشان ترتوه منه وخلت كثيرين يؤمنوا بالسيد المسيح لأن محدش مرتوي من المسيح بشكل حقيقي يقدر يسكت ويقول كفاية علي كده على رأيي قدسة البابا شنودة كان يقول ما ما ينفعش تخش السماء بيدك فضية لازم يكون معاك حد على القل او اكتر من حد طبعا طب ازاي ده انا ده انا مش مش مبشر ومش كارز ومش مش بروح في حتة عشان اتكلم عن المسيح كفاية سلوكك كفاية تظهر النور اللي فيك كفاية تظهر المية اللي داخلك بتاعت المسيح بدل ما تبقى سبب عصر الاخرين تبقى بتاعك الصورة المسيح المروي ولما الناس تشوف اعمالك الصلاحة يمجدوه ويقربوا منه ويسألوك انت ليه كده حلو تقول لهم اصلا المسيح حلو اللي جواي قصة مشهورة طبعا عن ابونا مخايل ابراهيم لما كان بيشتغلوا ولقوه امين قوي ولقوه حلو ومحب قوي قالوا له يعني 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 عيبك بس انك مسيحي راح قال بمنتهى بمنتهى الجرة قال لهم كده قال لهم ده المسيح اللي جواه هو اللي خلاني كده فلو انت عايز ترتوي بالمسيح له المجد او لو انت فعلا مرتوي بالمسيح له المجد انتبه ان انت توجه الاخرين لانهم يرتوي بنفس الارتواء اللي انت مرتوي به توجه الاخرين تقول لهم كده انتم مش دريانين تعالوا لو كنتم تعلمون عطية الله ومن هو الذي يقول لكم اعطيني لاشرب يبقى المسيح يروي عطش نفوسنا الداخلي ولما نرتوي نحتاج احنا كمان ان احنا ننتبه لاننا نروي اخرين بص الواحد زي زي فيلوبوس لما عارف السيد المسيح وقرب منه راح على طول جري على صاحبه ناس نائل وقال له تعالى وانظر وجدنا مسيح ونفس الامر حصل مع اندراوس لما تعرف على السيد المسيح راح جري على بطرس قال له تعالى شوف تعالى قرب من المسيح واصبح اندراوس يعني مش من الناس المشهورة قوي في الكنيسة وبطرس هو المشهور ومين اللي جاب بطرس كان اندراوس كان شخص مختفي محدش يعني يعرف عنه كتير مننا لكن كان هو اللي جاب بطرس للمسيح وقال له تعالى فيه ارتواء هنا فيه مية بتشبع او بتروي عطش النفس فكرة ثالثة مهمة موجودة في انجيل النهار ده يجوز نحتاج ننتبه لها كلنا ان محدش ينفع ياخب من الماء الحي الذي يروي عطش النفس من غير ما يكون تايب السيد المسيح على قد ما هو طيب على قد ما هو احنين على قد ما عايز يروينا كلنا وعايزنا ننتبه انه هو بيروي على قد ما لما استمرارت طيب الديني والمية ده انا اش عايز اجي تاني الديني المية قال لها لأ ما ينفعش استني بقى اتعالي روح ايهاتي جوزك اذهبي وادعي زوجك كان بيقول لها الكلام ده هو عشان كانت ديه الخطيئة اللي في حياتها واللي كانت تحتاج انها تعترف عليها واتتوب عنها ولما قالت له كده ليس لي زوج قال لها كويس برافو قديك اعترفتي قديك قلت كلام صح لان اللي معاك دلوقتي ما هواش زوجك يجوز ما كانش في نيتها او انها تعترف لكن السيد المسيح يشوف فينا كده اي اتجاه للتوبة اي اتجاه لاننا احنا نقرب منه وقلت خلاص كفاية كده كويس اوي يعني زي واحد يروح يقول لربنا ربنا متأسف مش عايز اعمل كده تاني يقول له خلاص وانا نسيت بس بس كفان انت متأسف كفان انت صادق في كده او يروح لاب اعترف يقول له انا بس ممكن بس اكتب الخطيئة في ورقة او اقول اسم الخطيئة ما اقولش تفاصيل اقول له اه قوي قوي المهمة التوب المهمة تبعاست ترجع لربنا لان ربنا طيب وحنين وصالح وعايز الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون فلو محتاج الماء الحي او مفتقده او حسنك عطشان والعطش عمالين احليك ارجوك اتعلم تتوب كويس اللي بعطل استمتعنا بالارتواق بتاع الماء الحي بتاع المسيح له المجد اللي احنا مؤهلين ليه كلنا كنا متعمدين كنا ولاد لربنا كنا بنحب الكنيسة بنحب نصلي كلنا مؤهلين للماء الحي ده اللي بعطلنا فيه خطايا جوانا ومش عايزين نتوب ادي حد شايف نفسه كويس ودي ودي حد شايف بيدين في الاخرين ودي حد يعني عايش في خطايا ودي يعني خطايا من 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 نوع الخطايا الجسدية الوحشة ودي حد بيجري وارا فلوس ومشغولية ودي حد مشغول ببالي حواليه بزيادة وخطايا كثيرة واحنا مش عايزين حتى يعني قليل مننا اللي بيقدمت او بيعترف بالخطايا اللي عنده وبيكشف نفسه قدام ربنا وقليل اللي عنده قبع اطراف وكل عايش متصورين كلنا ان احنا نقدر نعيش مع ربنا ونعيش مع الخطايا في نفس الوقت وقال للسامريا كده مش هينفع مش هينفع المية الحية موجودة فعلا والارتواء الحقيقي موجود فعلا بس مش هينفع تكملي في الخطيئة فلما اعترفت وثابت قال لها خلاص كده فتح لها يا نبيع الحياة ارتاوت بالكلام معا وعطاشها ارتاول درجة انها نسيت انها رايحة تشرب بقى خلاص تركت جراتها وراحت تنادي على الناس تقول لهم تعالوا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت يبقى الارتواء بالماء الحي يحتاج مننا توبة وتوبة حقيقة وتوبة منتظمة مستمرة عشان ما نعطلش المية الحية انها تروي نفسنا لإلهنا المجد في كنسته من الآن وإلى الأبد آمين